هنرجع على أخبارنا هنروح لكرة كرة طائرة رجال تخطينا الحمد لله سبورتنج في دور التمانية في كأس مصر في مباراة يعني شهدت ندية يعني شوية يمكن في الشوت التالت أكترها كمان المباراة مع سبورتنج كانت في اسكندرية على ملعب سبورتنج وفوزنا 3-0 يمكن أول نتيجة أول شوت 25-13 تاني شوت 25-17 الأخير 27-25 يعني معنا كده إن كان فيه تعادل 25-25 وبعد كده 27-25 وزي ما قلت لحضراتكم يكون مباراة الدوري مع سبورتنج بخلصتش كده طيب الأهلي هيلعب مين هيلعب بتروجيت في الدور قبل إنه هيتحدد المعاد لسه الاتحاد أعلن المطشاط الجدوى المباراة بس ما أعلنش الموعيد طيب بتروجيت اتأهل إزاي فاز على الظهور بنتيجة 3-1 الناحية التانية الزمالك هيلعب الجيش تلاعب الجيش مع الزمالك الناحية التانية ده الطرفي لقاء المباراة الأخرى في قبل النهاية أتصور يعني أتصور يعني ممكن ممكن الجيش يفجر مفاق أنا أتصور يعني الجيش عنده مجموعة من لعبين كويسين ومباراة الكووس ملهاش أنا عشان كده أقول لكم مطش سبورتنج كان لناك صعب جدا وكان صعب أن احنا يعني نعدي لأنه مطش كاس بس سبورتنا طبعا بس هو مطشاط كاس هي برضو تحمل كثير من المفاجآت والحمد لله تخطناها بشكل جيد وخلاص احنا كده هنقفل صفحة الكاس وهنركز بقى تاني في الدوري اللي احنا بقى نطلع نقابل اطلاع الجيش وهنقابل بتروجيت ومصر البترول رايح جاي عندنا ست مباراة مهمة دول الدور التاني وبعد كده هنخش على أدوار الاقصائية الحقيقة برضو أنا بحب أشيد تاني حب أشيد يا جماعة بالتحاد كرة الطائرة الجديد بقيادة الكابتن ياسر أمر الحقيقة طبعا وأمانت الصندوق كابتن عمر خلف ليه؟ لأنه خمر مخلوفة ناسب كابتن عمر مخلوف ليه؟ لأنه الاتحاد من أول يوم حرص على انتظام البطول والبطولة مضغوطة أنا مبسوط جدا أن الدوري والكاس يعني احنا في شهر فبراير اهو بنتكلم في الدول قبل النهاء في الكاس بنتكلم الدول قبل النهاء برضو في الدوري يعني احنا كده بالمعدل احنا ماشيينه 3 أو 4 هنكون شكرا وهو ده المطلوب عشان المنتخب عنده بطولة عالم فالاتحاد عجبني جدا جدا من الاتحادات الجديدة اللي جات وساعات بيبقى تغيير الدماء ويخش ناس جديدة خالص الاتحادات بيبقى أمر مطلوب ساعات دخولهم للاتحاد بالأمانة وأنا بحب أشيد بكل حد بتحس أنت نفسك كمتفرج أو متابع بتحس بأن فيه اتحاد شغال فيه انتظام للبطولة فيه يعني أمور استابلتي أداء اللعيب استقرار موعيد بدري بتتقال مديرين فنيين مش بيلهسوا يعني اتحاد الطائرة أخد قرار جريء جدا والحقيقة يعني معلش أنا يعني بحييهم جدا أولا عودة الجماهير هم وفقوا بعودة الجماهير بس بشرط اللي يتحمل المسؤولية النادي المستضيف النادي المستضيف المطش هو اللي يتحمل تأمين المباراة تعظيم السلام اتحاد جريء اتحاد خد قرار قال لك باشا ما ندخل جمهور ايه المشكلة بس مين اللي يأمن مش أنا كاتحاد انت كنادي مسؤوليتك هحزبك انت اللي تأمن وانت اللي الدنيا تبقى مضبوطة عندك فاذا حاجة تانية قرر بودير فني اجنبي متفرغ للمنتخب برضو تعظيم سلام يعني لما تلاقي بقى قرارات وتلاقي حاجات استابلتي وبتتعرف بدري وبتتقال بدري وقرارات جريء اذا اللي بتتاخد دي يبقى كل التحية لاتحاد الكرة الطائرة لانه انا عجبني ان هم عايزين نرجعوا الطائرة السابعة ده واتصور ان المنتخب هيبقى ليه شكل تاني لما الدور يبقى فيه انتظام بالشكل ده ويبقى فيه فنيات عالية كده 100% هتلاقي منتخب جيد وهتلاقي لعبة مقبلة على المنتخب مش هتلاقي بقى لعيب يقولك هتلاقي كله مقبلة على المنتخب وكله عايز يخش منتخب طيب هنروح للكرة الطائرة بس سيدات بقى سيدات عندنا ربع انهائي مع هليوبلس دور الستاشر كانت دينا مباراة مع دلفي ولكن انسحبوا كانت المباراة في اسكندرية على صالة بايونير وانسحبوا فعندنا هليوبلس ان شاء الله هنلعبها هيوم الجمعة اللي جاية في دور التمانية في صالة الشهداء او الصالة الزغيرة على نادي الاهل الجزيرة نادي اهل فرع الجزيرة طبعا في رئتنا فيها غيابات كتير غياب مهم مش كتير الحمد لله مش كتير غياب بس غياب مهم ايه الشامي للأسف عندها شرخ في صباحة في ايدها الشمال وعلى فكرة انا اتصور او اتخاني جالها الاصابة دي قبل كده انا فاكر ان ايه الشامي ايديها او جالها شرخي في صباحة قبل كده فواضح ان هي من قوة ضرباتها لما تكرر الاصابة مش معنى كده اصددي شرخي في الصباح ملاش علاقة بس بتلاقي قوة الضربات او هن في الضربات وهي ضربة ايه الشامي احسن ضربة في افريقيا فلما تلاقي اللاعب بيدرب زي سعودي عبد الرحمن سعودي برضو شرخي في الصباح بس ان شاء الله الموضوع مش هياخد اربع اربع خمس اسابيع او اقول ستة اسابيع بالعداد لان الشرخ غير الكسر الشرخ غير الكسر الكسر ممكن ياخد وقت اطور الشرخ اربع خمس اسابيع الشباب طبعا بيبقوا ما شاء الله لعبين فبيبقى الترسيب الكالسوم عالي بيلقم في اربع خمس اسابيع ودي نفسك عشر تيام اسبوعين كمان كمان بيبقى لك طبيعي الف سلام عليك يا ايا ان شاء الله ترجع لنا بالف سلامة وبالتوفيق للفريق في اليوبلس ان شاء الله وصلوا قبل النهائي